التقى وزير الخارجية سمح شكري رئيس منتدى دلفي الاقتصادي ذلك خلال أثينا أو خلال زيارته الحالية إلى أثينا وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول تعزيز تعاون الاقتصادي بين مصر واليونان وتفعيل مجلس الأعمال المصري اليونانية إلى جانب دعوة الجانب اليوناني للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في مصر بالإضافة إلى تطورات الأزمة في قطاع غزة وسبل احتوائها اشتركوا في القناة